حدث نيحي بن سعيد عن أبن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ليتني أرى النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه قال فلما كان الجعرانة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أضل به معه ناس من أصحابه منهم عمر إذ جاءه رجل عليه جبة متضمخا بطيب قال فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت فجاءه الوحي فأشار عمر إلى يعلى أن تعال فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه كذلك ساعة ثم سري عنه فقال أين الذي سألني سألني عن العمرة آنفا فتميس الرجل فأتي به فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك حفن يحيى بن سعيد عن أبن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني سفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال قاتل أجيري رجلا فعض يده فنزع يده من فيه فأنظر ثنيته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهضره وقال فيدع يده في فيك تقدمها كما يقدم الفحل حدثنا بهز بن أسد حدثنا همام عن قتادة عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتتك رسلي فأعطهم أو قال فادفع إليهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا أو أقل من ذلك فقال له العارية مؤدات يا رسول الله قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج قال أخبرني سليمان بن عتيق عن عبد الله بن بابيه عن بعض بني يعلى بن أمية عن يعلى بن أمية قال كنت مع عمر رضي الله تعالى عنه فاستلم الركن قال يعلى وكنت مما يلي النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت الركن الغربي الذي يلي الأسود وحدرت بين يديه لأستلم فقال ما شأنك قلت ألا تستلم هذين قال ألم تطف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت بل قال أرأيته يستلم هذين يعني الغربيين قلت لا قال فليس لك فيه أسوة حسنة قلت بل قال فأنفذ عنك حثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن رجل عن ابن يعلى عن يعلى قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا برداء حضرامي حثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عطاء بن أبي رباح عن صفوانا بن عبد الله بن صفوانا عن عمه يعلى بن أمية وسلمتا بن أمية قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوكا معنا صاحب لنا فاقتتلى هو ورجل من المسلمين فعض ذلك الرجل بذراعه فاجتبذ يده من فيه فطرح ثنيته فذهب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله العقل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمطلق أحدكم إلى أخيه يعضه عديد الفحل ثم يأتي يتمس العقل لادية لك قال فأطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فأبطلها حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن أبني يعلى عن النبي صلى الله عليه وسلم كما مثل حديث قتادة عن زرارة عن عمران في الذي يعض أحدهما حثنا عمر بن هارون البلخي أبو حفص حدثنا أبن جريج عن بعض بني يعلى بن أمية عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ومطبعا بين الصفا والمروة ببرد له نجراني حثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبني جريج عن ابني يعلى عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قد مطاف بالبيت وهو مطبع ببرد له حضرامي حثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا بشير بن طلحة أبو نصر الحضرامي أو الخشاني عن خالدي بن دريك عن يعلى بن أمية قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعثني في صرايا فبعثني ذات يومين في صرية وكان رجل يركب بغلا فقلت له ارحل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثني في صرية فقال ما أنا بخارج معك قلت ولما قال حتى تجعل لي ثلاثة دننير قلت الآن حيث ودعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا براجع إليه ارحل ولك ثلاثة دننير فلما رجعت من غزات ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس له من غزاته هذه ومن دنياه ومن آخرته إلا ثلاثة دننير حسنا حجاج بن محمد قال حدثنا ليث يعني ابن سعد قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شيهاب عن عمري ابن عبد الرحمن ابن أمية أن أباه أخبره أن يعلى قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي أمية يوم الفتح فقلت يا رسول الله بايع أبي على الهجرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أبايعه على الجهاد فقد انقطعت الهجرة حدثنا أبو عاصمين حدثنا عبد الله بن أمية بن أبي عثمان القرشي قال حدثنا محمد بن حيي بن يعلى بن أمية عن أبيه قال رأيت يعلى يصلي قبل أن تطلع الشمس فقال له رجل أو قيل له أنت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي قبل أن تطلع الشمس قال يعلى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشمس تطلع بين قرن شيطان قال له يعلى فأن تطلع الشمس وأنت في أمر الله خير من أن تطلع وأنت لاهن حدثنا أبو عاصمين قال حدثنا عبد الله بن أمية قال حدثني محمد بن حييي قال حدثني سفوان بن يعلى عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البحر هو جهنم قالوا ليعلى فقال ألا ترون أن مل لها عز وجل يقول نارا أحاطى بهم سرادقها قال لا والذي نفس يعلى بيده لا أدخلها أبدا حتى أعرض على الله عز وجل ولا يصيبني منها قطرة حتى ألقى لها عز وجل حنى سفيان بن عيينة عن عمر ويعني ابن دينار عن عطاء عن صفوان عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبار يقرأ ونادوا يا مالك حسن هارون قال أخبرني ابن وابن قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شيهاب عن عمرو بن عبد الرحمن بن أمية ابن أخي يعلى بن أمية تحدثه أن أباه أخبره أن يعلى بن أمية قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي يوم الفتح فقلت له يا رسول الله بايع أبي على الهجرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أبايعه على الجهاد وقد انقطعت الهجرة حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا فليح عن ابن شيهاب عن عمرو بن عبد الرحمن بن يعلى بن أمية بإسناد مثله حثناه شيم حدثنا منصور وعبد الملك عن عطاء عن يعلى بن أمية قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه جبة وعليه ردع من زعفراء فقال يا رسول الله إني أحرمت فيما ترى والناس يسخرون مني وأطرقه نيهة قال ثم دعاه فقال اخلع عنك هذه الجبة واغسل عنك هذا الزعفران وأصنع في عمرتك كما تصنع في حجك حثنا سفيان عن عمر وعن عطاء عن صفوان ابني يعلى عن أبيه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو متضمخ بخلوق وعليه مقطعات فقال أهلته بعمرة قال انزع هذه واغسل واصنع في عمرتي كما تصنع في حجك حثنا اسماعيل عن ابني جريج قال أخبرني عطاء عن صفوان ابني يعلى عن يعلى ابني أمية قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة وكان من أوثق أعمالي في نفسي وكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما صاحبه فانتزع أصبعه فأنظر ثنيته وقال أفيدع يده في فيك تقدمها قال أحسبوه كما يقدم الفحل حان ابن نمير حدثنا عبد الملك عن عطاء عن يعلى ابني أمية أنه كان مع عمر في سفر وأنه طلب إلى عمر أن يريه النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وعليه ستر مستور من الشمس إذ أتاه رجل عليه جبة وعليها ردع من زعفر فقالا يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وإن الناس يسخرون مني فكيف أصنع قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فبينه وكذلك إذ أمأ إلي عمر بيده فأدخلت رأسي معهم في الستر فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر وجنته له غطيط ساعة ثم سري عنه فجلس فقال أين السائل عن العمرة فقام إليه الرجل فقال إنزع جبتك هذه عنك وما كنت صانعا صانعا في حجك إذا أحرمت فأصنعه في عمرتك حثنا وكيع عن أبن أبي ليلى عن عطاء عن يعلى أبن أمية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يحب الحياء والستر حثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبن جريج عن أبن يعلى عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قد مطاف بالبيت وهو مطبع ببرد له حضرامي حثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن صفوان ابني يعلى ابني أمية عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حيي ستير فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوارى بشيء إن